السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أبطال جريد 6 أهلا بيكم النهاردة عندنا لسن 3 في يونت 2 وهو لسن دسم شوية هناخد فيه قصة لطيفة جدا Hair gets scared وكمان عندنا فونيكس هنعرف الفرق في النطق بين Short A و Short U وأنا هزود من عندي كمان Short O عشان ما نتلخبطش بينهم هم التلاتة ونعرف الفرق بسهولة هو مش في اللسن بس أنا هقوله وجزء كمان ماث من غير مقدمات كتير حت لايك للسيشن ولو أول مرة تشوف القناة ما تنساش تشترك وحتلاقي في صندوق الوصف رابط جروب التليجرام اللي هتلاقي عليه voice بكل كلمات الدرس Let's get started Our story is Hair gets scared Hair يعني الأرنب البري Get scared يعني خائفة وإحنا طبعا حبيبي قبل كده في اللسنة اللي فات اتكلمنا عن الفرق بين الصفة اللي أخيرها I N G والصفة اللي أخيرها E D وقلنا scared يعني مخيف هو اللي بيخوف أما scared يعني خايف يعني لما شوف حاجة scared أبقى scared scared هو المؤثر و scared هو المتأثر ولو عايز الشرح بالتفصيل هتلاقي في صندوق الوصف رابط السيشن اللي في الشرح ده دلوقتي بقى يلا بينا نشوف أهم الكلمات في Our story today here هو الأرنب البري here بيتنطق here زي here شعر here here أرنب بري here here أما noise يعني دوضاء دوشة noise noise ياريت حبيبي تكرر ورايها عشان يبقى كلمات سهلة noise noise دوضاء noise noise دوضاء ونوع الورد noise نوعها noun اسم noise يعني دوضاء noun طيب أنا عايزة أخليها adjective صفة يعني أوصف حد إن هو دوضاء يعني بيعمل دوشة فحتبقى إيه حتبقى noisy noisy يعني دوضائي noise دوضاء noisy دوضائي دي noun لكن دي adjective noise noun noisy adjective صفة توصف الاسم أما اللوض فهي adjective صفة بوصف بيها الصوت أقول إن الصوت عالي أو صوخب loud زي مثلا أما أقول loud music يعني موسيقى عالية loud loud والأول يو أفتح بقي فيهم وقفلوا عشان تطلع مظبوطة loud loud يعني صوت عالي صوخب scared خاف scared 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 خاف زي ما قلنا scared مخيف scared خاف scared مخيف scared خاف أما mice يعني فقرون وميس طبعا عرفينها جامع mouse mouse يعني فقر mice فقرون mice 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 voice هو صوت آدمي يعني صوت البني آدمين اسمه voice غير صوت غير آدمي اسمه sound sound صوت غير آدمي لكن voice صوت آدمي voice 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 صوت بشري أو صوت آدمي صوت بين آدمين يعني breathe يعني شجاع لكن previous الأشجع previous previous طبعا هنا حبايبي أنا مزود دا لها st بس عشان هي آخرها ايه المفروض بزود est st للصفة عشان تبقى مقارنة هنا أنا زودت لها st بس previous يعني أشجع breathe شجاع previous الأشجع previous previous stomach معدة stomach 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 والأوف stomach بقولها آه أما surprised يعني مندهش surprised طب اللي بيدهش يبقى ايه يبقى surprising مدهش surprising مدهش surprised مندهش surprised أما nobody يعني لا أحد ما فيش حد لا أحد nobody ودي بتيجي في الجملة تنفيها بس الجملة بتكون مثبتة هي اللي بتنفيها يعني مثلا لما أقول I saw nobody I saw nobody يعني أنا شفت لا أحد يعني أنا ما شفتش حد يبقى أنا هنا ما شفتش حد I saw nobody طب ممكن أقول نفس المعنى بطريقة تانية هقول I didn't see anybody I didn't see anybody أنا لم أرى أي أحد لأن هنا anybody ما بتنفيش فأنا اضطريت أنفي so didn't see لكن nobody بتنفي كيف أسبت الجملة مثبتة زي ما هي nobody لا أحد وهي في حد ذاتها بتنفي أما هنا فعندي تصريفات الأفعال في المدارع وباست الماضي وده الأفعال المنتظمة اللي هي بجيب المدارع أزود له ED أو دي بس لو أخره E أو IED لو أخره Y قبلها ساكن كده زي cry فحزفت ال Y عشان قبلها ساكن اللي هو حرف ال R وأضفت ED دي كده أفعال منتظمة يعني سواء أنا زودت ED أو دي بس أو IED ففي الآخر كلهم في الباس تأخرهم ED فدي أفعال منتظمة زي remember remembered remember يتذكر remember تتذكر shout shouted shout shouted laugh laughed laugh laughed وهنا ED في laughed بنطقها T زي ما اتفقنا قبل كده laugh laughed laugh laughed laugh laughed cry cried cry cried cry cried حولت هنا ال Y ل I وأضفت ال E G لأن ال Y قبلها or consonant ساكن أما الجانب الآخر عندي irregular verbs الأفعال الغير المنتظمة اللي هي بعمل فيها إيه؟ بحفظها run يجري ran gotta gotta يعني البست run ran speak spoke speak spoke speak spoke say said say said يقول قال say said lie lay يرقد أو يستلقي lie lay lie lay lay طبعا حبايبي احنا خدنا قبل كده معاني كتير للك ينظر look at ينظر إلى look for يبحث عن look like يشبه look after يعتني به خدنا معاني كتير للك ولكن look برضو لها معنى تاني اللي هو يبدو طيب إمتى أعرف أن look جايب معنى يبدو لما ييجي بعدها adjective صفة زي مثلا هي looks happy هو يبدو سعيدا يبقى looks هنا معناها يبدو عشان جايب بعدها adjective صفة اللي هي happy هنا عندي look interested يبدو مهتم look interested look interested look interested يبقى look بعدها adjective صفة يبقى معناها يبدو ما تنسوش الحكاية دي lie in يستلقي فيه أو يرقد على lie in يعني ينام كده بس صحي lie in lie in lie in lie in يستلقي أما go back to يعني يعود إلى go يعني يذهب go back يعني يذهب بس هو كان هناك أساسا وجيه وراجع تاني go back to back دايما بتدي معنا العودة go back to run back home يعني يجري مسرعا إلى البيت طبعا هنا برضو back يعني يعود برضو يعني يعود مسرعا إلى البيت run back home run back home أما make noise يعني يحدث دقيق دقيق يعمل دوشة يعني يبقى أخد بالي حبايبي إن noise اللي هي ضوضاء وإحنا قلنا معناها نوحة ناون اسم بيجي قبلها make يجي قبلها make noise make noise أحفظها كده make noise make noise مهم جدا التركيبات دي يكون عارفة صح run away يهرب إحنا عارفين run يعني يجري لكن run away يهرب afraid of خايف afraid of afraid of afraid of afraid of أما get to يصل إلى get to يصل إلى get to get to get to الجزء ده يولاد مهم جدا لازم نحفظه على بعضه كده التركيب على بعضه عشان ده بيجي كتير في choose وكمان عشان بيخليني أقدر على التحدث وبيخليه مستوى أعلى فأحفظ كده أفرد off على بعضها get to على بعضها get to يصل إلى get to يصل إلى أما don't worry يعني لا تقلق don't worry don't worry don't worry don't worry لا تقلق worry دي verb فعل ببعناء يقلق don't worry لا تقلق don't worry أو don't worry don't worry بنقولها don't worry على طول ask for help يعني يطلب المساعدة ask for يطلب help المساعدة ask for يطلب المساعدة ask for ask for ask for ask for أنا بكرر كل الكلمات كتير وأتمنى تكونوا بتقولوا وراي هنا بقى عندي main points النقاط الرئيسية في listening and reading texts في النصوص ودي الجمل دي مهمة جدا لإن أنا حستخدمها في الparagraph فلازم أفهمها كويس جدا ويعني شي بها أحفظها كده وكمان بتعلمني إزاي أحط كلمة في جملة فأنا عندي هنا عشان أحط أي كلمة في جملة لازم أعرف نوعها يا ترى هي فعل هل هي اسم عشان أحطها في أول الجملة كفاعل أو كمفعول في آخر الجملة ولا هي فعل أحطها في تاني خينة بعد الفعل ولا إيه فعندي هنا feel وhungry feel verb بفعل بمعنى يشعر وhungry دي صفة فطبيعي جدا بيجورة بعض فلما أعمل الجملة بتاعتهم هتبقى here feels hungry يعني إيه؟ يعني إن الأرنبة البرية تشعر بالجوع here feels hungry here feels hungry أما here وnoise a noise هنقول طبعا إن here تسمع الدوضاء here hears a noise here hears a noise here سمعت صوت دوشة فين inside her house داخل منزلها here hears a noise inside her house ناخد بالنا الفرق في النطق بين her اللي هو صفة ملكية بتاعت المؤنس من here اللي هو اسم الأرنب البري become scared become يصبح وسكيرد خائف يبقى here becomes scared here becomes scared يعني here أصبحت خائفة ask for help here asks monkey for help طلبت من الأرد المساعدة here asks monkey for help here asks monkey for help يبقى طلبت المساعدة ask monkey طلبت من مين؟ من monkey ask عند here and monkey ask elephants فورها البلتنين بقى طلبوا المساعدة من الفيل بعديها see و mouse elephant sees a mouse elephant sees a mouse الفيل يرى الفار run away اللي قلنا معناها يهرب elephant quickly runs away الفيل بسرعة هرب say يقول sorry آسف mouse says she is sorry الفارة قالت she is sorry ان هي sorry يعني آسفة mouse says she is sorry mouse says she is sorry دلوقتي حبابي حنبدأ القصة بتاعتنا story وحنتكلم عن animals الحيوانات اللي هم hair الأرنب البري monkey الأرد وماوس الفار وكمان elephant الفيل هلاحظ ان في القصة بتاعت دي ان انا بقول هي وشي عادي خالص مع ان احنا عارفين او قولنا قبل كده ان الحيوان بقول عليه ايت ولكن الحيوان اللي بقول عليه ايت ده حيوان اللي انا معرفش نوعه ميل ار في ميل يعني ذكر ولا انثى لكن الحيوان اللي معروف نوعه هو ذكر ولا انثى بيتقال عليه هي وشي يعني لو عندي مثلا كات ميل ذكر هقول عليها هي كات في ميل انثى هقول عليها شي يبقى الغير عاقل او الحيوان فقط اللي معرفش نوعه هو اللي ينفع اقول عليه ايت وكمان ينفع اقول على الانسان ايت اقول على الانسان ايت او لو بيبي صغير خالص مثلا ملفوف كده احنا مش عارفين نوعه فبقول عليه ايت سا بيبي او لو حد مثلا بيخبط علينا واحنا مش عارفين هو مين مجهول بالنسبة لنا فنقول هو ذات مين من هذا يبقى او من هو يبقى اذا حكاية ايت مش فاصيلة او او زي ما احنا عارفين غير عاقل ايت وعاقل هي وشي لا حسب الموقف زي ما شرحت لكم وكمان حبايبي اي قصة احنا بنقرأها المفروض بيبقالها ثلاث اجزاء the beginning البداية وبعدين the middle المنتصف اللي هو المشكلة بتاعة القصة وفي الاخر the end النهاية او الخاتمة بتاعة القصة حنقرأ دلوقتي the beginning البداية it's a sunny day انه يوم مشمس sun شمس sunny مشمس and here lies in the grass here الارنب البري راقضة فوق العشب راقضة او مستلقية يعني نايمة كده فوق العشب suddenly فجأة here stomach makes a loud noise فجأة معدتها عملت صوت عالي يعني ايه معدتها عملت صوت عالي ده تعبير كده زي ما احنا بنقول ايه عصفير بطنينة بتصوصوا يعني احنا جوعنا دليل ان ايه we are hungry فهم برضو عندهم الاكسبريشن ده بيقولوا stomach my stomach makes a loud noise يعني صوتي معدتي عملت صوت عالي يعني جوعنا here remembers the carrots here افتكرت الجزر in her kitchen في المطبخ بتاعها she is hungry هي جوعنا يبقى makes a loud noise يعني جوعنا يعني stomach المعدة عملة صوت عالي معناها ان هي جوعنا she is hungry هي جوعنا here runs back whom here جرت عائدة الى المنزل but when she gets to her door ولكن عندما وصلت الى gets to تصل الى she gets to هي تصل الى her door الى الباب بتاعها she stops هي توقفت الاحظ هنا وكتب لي gets runs stops يعني مزود كله اس عشان الفعل هنا singular سواء في here او ضمير she what is that noise ما هزه الدوضاء something is moving inside something يعني شيء ما انا مش عارفاه بيتحرك في الداخل here's house داخل بيت here وبعدين حبابي هو هنا فتح لي cotations يعني ايه يعني فيه كلام حد قاله اللي بين العلامات التنصيص ده كلام حد قاله is someone there هل في حد هناك ask is here here سألت قالت في حد هناك نلاحظ هنا ان عندي بصه at cotation علامة التنصيص هنا وهنا cotation دي عاملة زي البوء بتاعنا بالزبط البوء بتاعنا بيتفتح عشان يخرج منه الكلام cotation اللي هي علامات التنصيص دي برضو بتتفتح عشان يتكتب بينها الكلام اللي قاله حد وبعد ما قفلهم اقول فلان قال فهنا ايه السنبات يدير هل في حد هناك ask is here here سألت يبقى اللي بين العلامات ده السؤال اللي سألته here يبقى cotation علامات التنصيص زي الفم بتاعنا يتفتح يخرج منه الكلام وهما يتفتحوا يتكتب بينهم الكلام وبعدين اقول مين اللي قال ask is here ناخد بالنا حبيبي عشان الجزء ده هيجلي في يجي بقى يقول لي ask is here او سيد قالت او تلز تخبر او هكذا اي كلمة تدل على ان هي قالت stay where you are ابقى حيث انت خليك مكانك يعني say is allowed voice الصوت العالي قال من جوه stay where you are ابقى مكانك وبرضو هنا ايه cotation يعني برضو ده كلام قاله حد مين اللي قاله allowed voice الصوت العالي stay where you are ابقى مكانك say is allowed voice صوت عالي قال ايه ده يا طرى في ايه inside the inside her's house داخل البيت بتاع هير يلا نشوف the middle يعني المنتصف بتاع القصة هير is very surprised هير مندهشة جدا surprised surprised مندهشة او ملمدهش يعني ايه surprising ing مؤثر ed متأث وتاني لو مش فاهم الجزء ده ارجع للstation بشرحه بالتفصيل الفرق بين الصفات ed و ing who is in her house مين في بيتها then the voice spoke again الصوت تحدث تاني وفتحنا كوتيشان تاني علامات تنصيص عشان جاي الكلام here don't come in here ما تدخليش if you come in لو انت دخلتي i'll eat you انا حكلك hers are my favorite food الارانب البرية هي طعام المفضل طبعا السوت اللي جوه بيخوفها عشان ما تدخلش بعد food قفلنا كوتيشان يعني خلس الكلام here is very scared here خايفة جدا scared خايفة ام المخيف scaring تاني scaring مخيف scared خايف the animal which is in her house الحيوان اللي في بيتها want us to eat her عايز يكلها ده السبب يعني يا خايفة عشان كده want us to eat her عايز يكلها here runs طبعا get to the forest الى الغابة where clever friend monkey lives حيث صديقها الارد يعيش نلاحظ هنا where عائدة على forest وفورست هنا جاية كاسم مكان لان الفعل اللي بعدها حصل فيها اللي هو المانكي ليفز بيعيش بيعيش فين في الفورست في الغابة يبقى الغابة هنا اسم مكان يبقى عائدة عليها where اللي هي حيثو يبقى لما يجيلي في choose نقط وبعديها فيه فعل اللي حصل في المكان اللي قابليها يبقى هنا جاي كمكان فعلا هحط where وبرضو ده مشروح في نفس السيشن اللي مشروح فيه الفرق بين الed والنسبة بالنسبة للأدجكتفز تقدر ترجع له في صندوق الوصف يبقى هير جارت الى الغابة الحيثو او التي فيها يعيش القرد صديقة زي ما قلنا which التي where التي فيها ده الترجمة اللي انا قلتلكو عليها وهي معنىها حيثو monkey please help me طبعا بين كوتيشن يبقى ده كلام قالته says here الهير اللي قالته يا ارد من فضلك ساعدني منكي بعدها كما عشان منادة monkey please من فضلك help me says here قالت الارنبال برية طبعا هنا عمل اليتش كاميتل عشان هو سميها here there is an animal in my house يوجد حيوان في بيتي and it wants to eat me وهو عايز يكلني كل ده between كوتيشن monkey looks interested المانكي يبتو ان هو مهتم وقال ايه فتحنا الكوتيشن عشان نشوف قال ايه an animal حيوان let's go and see هيا بنا نذهب لنرى حيروح بقى يشوف الموضوع monkey says ده مين اللي قال الارد قال they go back to her house هما رجعوا لمنزل الارنب البري who's between كوتيشن مين هناك shouts monkey صوحة الارنب يبقى القرد يبقى القرد صوحة مين هناك a voice answers صوت جاوب ال ايه برضو كوتيشن يا ولد فتحنا monkey يا ارد don't come in لا تدخل i'll eat you حكلك if you come in لو انت جيت here's are my favorite food here's هو طعام المفضل but monkeys are also delicious ولكن الارود ايضا لذيذة يبقى هو زي ما هدد الهير هو ايضا هدد monkey عشان ما يدخلش يا ترى اللي جوه ده يلا نشوف monkey and the hair القرد والارنب البرية دي look at each other بصوا على بعض دلوقتي هما الاثنين في خطر they are both very scared هما الاثنين خايفين جدا يعني هي خايفة راح جابت الارد تتحمى فيه فهو راح خايف they run to the lake هما جاروا للبحيرة where their friend elephant lives حيث يعيش صديقهم الفيل راح بقى الواحد اضخم يعني الوقت هي جابت واحد زكي وجابت واحد ضخ there is an animal which eats hairs بيقول فيه كوتشانز يبقى ده كلام حد there is an animal يوجد حيوان which eats hairs اللي بياكل الارنب البرية and monkeys والارود in her house في البيت بتاع الارنب البرية they tell elephant اهو برضو قفل الكوتشانز وبعدين قالوا they tell tell يعني يخبروا هم يخبروا elephant we need your help احنا محتاجين مساعدتك خدوا بالكم هلب هنا جاية كاس noun معناها مساعدة عشان كده جاية أبلاغ ضمير ملكية اللي هو you أو صفة ملكية اللي هي your your help مساعدتك يبقى help بتيجي كverb بمعنى يساعد وكنown بمعنى مساعدة don't worry ما تقلقوش ده فيه البقى وضخمة بقى فأقول لهم ايه كنتشانز هو كلامه don't worry says elephant اللي في الآن I am coming أنا جاي أنا جاي I am the biggest أنا أكبر strongest أقوى greatest أشجع animal in the world أنا أشجع وأقوى وأكبر حيوان في العالم ألاحظ هنا هو هنا جايب لي إيه صيرة المقارنة اللي هي بإضافة EST طبعا احنا فاكرينها the biggest the EST strongest the strongest the EST the bravest لأننا قارن بين فرد ومجموعة أو بين أكتر من اتنين يعني هو هنا بيقارن بين نفسه وبين حيوانات العالم كله فإذا هو هنا هحط قبل الصفة ذا وبعدها EST قبل الصفة ذا ذا وبعدها EST يبقى the biggest الأكبر big كبير لكن the biggest الأكبر strong قوي لكن the strongest الأقوى brave شجاع لكن the bravest الأشجاع يبقى دي بزود لها ذا وبعدها EST the biggest animal أشجاع حيوان in the world في العالم nobody can eat me محدش يقدر يكلني nobody can eat me محدش يقدر يكلني elephant goes to here's the door الفيل روح لباب إيه لباب خذوا باركوا يا ولاد هنا أبصروا في قصة الملكية اللي بعدها ملك اللي قبلها الباب بتاع الأرنب البرب وقال I'm coming in أنا داخل أنا بقد داخلك مش هخاف هو صوح الحيوان اللي جوه قال له توقف فقال له ايه بقى الفيل you can't eat me ما تقدرش تكلني shout elephant الفيل صاح you can't eat me shout يعني صاحة برضو كتيش نزهو كلام I'm the biggest the strongest أنا أكبر أنا أكبر وأقوى ده كله مجرد مجرد فار elephant jumps هل بينا جميعنا الحقوني النجدة a mouse a mouse far far cry elephant elephant you see far far cry cry كلمة cry أو فيرب cry طبعا أخر y بس إن عشان أضفت ال-s عشان خطر elephant اسمه مفرد فأنا هنا singular noun فأنا حضفت ال-y وأضفت i-e-s عشان ال-y قبلها consonant second اللي هو اللي جر all cry elephant صاح الفيل طيب ما حالش ملاحظ كده أن elephant عملها لي capital بالرغم أنه هو كلمة elephant ما مجيش capital إلا إذا جيت في أول لأنه هو هنا لأن هنا اسم الشخصية الشخصية اسمها elephant وشخصية اسمها hair برضو وشخصية اسمها كل واحدة فيهم اسم الشخصية help a mouse a mouse cries elephant and he quickly runs away بسرعة هرب mouse looks at hair the mouse for another for نظر إلى hair and monkey والإرد هما بقى مش خايفين منه الفيل اللي خايف منه I'm sorry أنا آسف I'm sorry أنا آسف she says I'm sorry أنا آسف she says طلعت فارق كمان قال لي she she says هي قالت I'm sorry are you angry هل أنتو زعلانين يعني عملت العملة والأخذ روب أنتو زعلانين are you angry hair and monkey start to laugh hair بدأوا يضحكوا no we are not angry إحنا مش زعلانين they say هما قالوا elephant's face was so funny wish الفيل كان so funny كان مضحك جدا طبعا وهو مرعوب من إيه just a mouth they all laugh again هما كلهم ضحكوا تاني then hair goes inside دخلت جوا to find finally eat hair carrots عشان في الآخر تاكل الجذر بتاعها وشفنا الحكاية بتاعة الفار اللي خوفتهم كلهم والآخر هما مخافوش وخاف منها the strongest and biggest وأكبر حيوان وأسقى حيوان علامات التمسيس يا أولاد اللي هي quotation اللي قلنا عليها quotation marks اللي هي بحطها في like my mouth زي بقي زي ما كده بقي بيخرج منه الكلام من النص كده من وسط الشفاف بيخرج الكلام ال quotation برضو هي زي البق بيخرج من وسطها الكلام quotation بتخرج من وسطها الكلام زي هنا بصوا هنا فتيح لي هنا علامة التمسيس بيقول لي here's all my favorite food here's طعام المفضل don't worry أهي ووراها بيقول لي مين قال يقول لي كاذا قاذ طيب ويبوت قال لي هنا بنحط ال quotation طيب what do you mean ماذا تقصد ask monkey هنا بقى ask monkey said monkey answered monkey tails monkey وكذا يقول لي فلان فلان سأل فاللي قال الكلام بييجي بعدها وممكن قبلها على فكرة ممكن أقول the monkey asked أو said وأقول الكلام فهنا عندي asked هنا said لو رجعنا للقطع هنلاقي shouted صح يعني أي verb يدل على التحدث ممكن نستخدمه أقول cries صاح فلان أقول shout صاح فلان أقول said قال فلان أقول ask سأل فلان answered جاوب أجاب فلان replied أجاب فلان وهكذا يبقى كل الأفعال دي يا أولاد أي كلمة تدل على أن حتى قال حاجة فتيجي بعد ال quotations وأقول فلان إيه والكلام بيبقى بين between brackets أو بين ال quotations يبقى إيه فايدة القوتيشن القوتيشن ماركس القوتيشن ماركس علامات التنصيص اللي بيطلع من وسطها كلامه كأنها our mouth يبقى كأن quotations our mouth هي بقين بصوا هنا is somebody there put the quotations هنحط ال quotations هنا مجرد أننا هحط العلامات التنصيص is somebody here asked here is somebody there asked there هنحط فين ال quotations هنا هحطها هنا قبل الكلام قبل إيه وبعد الكوشن هنا an animal let's go and see هحط quotations قبل an وبعد full stop اللي بعد c لأن ده هو الكلام اللي تقيل يبقى قبل you وبعد exclamation mark بعد علامة التعجب قبل i وبعد exclamation mark علامة التعجب لأنه هو ده الكلام جزء الفونيكس عندنا النهارده مهم جدا هفرق بين نوت short u و short a احنا ساعات بندخل الساوند بتاع u في a في o كمان يعني ازاي معرف بصوا بقى عندي a بقولها a نقول الاول a لأنها احنا عرفناها الاول اقول a a بقوله a الصوت القصير بقوله a a لازم افتح بقلي لو انت قلته a وانت قفل بقق غلط a ويطلع من الزور شوية a a نتضرب يا حبيبي a a فحقول هنا ايه track track cat cat hat hat bag bag يبقى الاي بقوله a والرمز بتاعه ده شايفين ده الرمز ده اللي هو زي اي ووراها اي ده ده رمز يعني ده الصوت لما بشوفه بقول a لأن الاذر اي انا لما بشوفه يعني ليه كذا طريقة للنطق ممكن اقوله a وممكن a وممكن o وممكن كذا طريقة ولكن الرمز ده لما بشوفه بقول a بس يعني الحرف ليه كذا نطق بس الرمز اللي نطق واحد يبقى a a قبل ما اقول u a z ما يكون كده بطني وكعين فانا اقول a a يا بطني a عشان كده مثلا كلمة dog بقوله a a يبقى l-a بقولها a l-o بقولها a a a وصيارة كده بسرعة a غير a و a a يبقى اليوب بقولها ايه a a a سريعة زي نقرة كده a a a زي ما يكون لها الزمن بتاعها سقفة واحدة a لكن a a a اتنين a a سوري الله l-o a والاي على فكرة لها نضق كده برضو a طيب يبقى هنا عندي d track cat hat bag قلناها طب هنا بقى الي هي u u و u الرمز بتاعها ده بصو زي كده ايه زي 8 in arabic زي 8 in arabic truck 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 cut cut truck 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 cut hot duck not truck cut hot duck not cut عشان اشوف الفرق ياولاد تعالوا نحط ناخد مثلا cut نشيل اليو ومرة نحط الاي ومرة نحط الاو ونشوف الفرق انا عندي ال c لو بعدها ايه هي كده cut بعدها كده cut بالاي هتبقى cat cut cat طب بالقو هتبقى cut 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 طب truck truck بصوا احنا هنعمل تشكيلة كده بالحروف حتى لو مش كلمة يعني حتى لو ما فيش كلمة كده مش مهم احنا عايزين نشوف الساوند دلوقت ترك تراك تراك ارك تراك 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 لو هي او تراك 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 cut كات cut hot هت هات hot داك 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 نت نات او نات نات خطب لكم الفرق أ آ آ آ آ آ آ أعطي دي هنا ايه ستاك 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 طب لو قو هتبقى ستاك 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 أنكو 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 آ أنكو آ أنكو ستاك بغ فا فاب ستاك ستاك أنكو أنكو رقب سهلين صح؟ The third part الجزء الثالث في الليسن بتاعنا هو About Math عن الرياضيات Estimate numbers هنا بيقول لي estimate numbers يعني تقريب الأرقام إزاي بقرب الأرقام طبعا زي ما إحنا عارفين حبايبي شغلتنا بالنسبة للماث إن إحنا know how to read sounds إزاي نقدر نقرأ المسائل الحسابية يعني إحنا مناش دعوة وإحنا مش هنحل وعمر ما في البدحان الإنجليش جاء اللي نحل وغزين باركو إحنا ما بنحلش بالإنجليش فإذا إحنا هنعرف كده بس يعني ناخد فكرة ونعرف إزاي نرى المسائل مش أكتر بيقول لي إيه when we don't need to calculate actually we estimate يعني إيه بيقول لي لما ما نبقاش عايزين نحسب بالضبط actually يعني بالضقة يعني مش هنحل نعرف الرقم بشكل دقيق إحنا بنعمل إيه بنعمل التقريب يعني نقول ده تقريبا حوالي كذا يزيد حاجة صغيرة يقل حاجة صغيرة فهو ده التقريب we estimate إن إحنا بنعمل تقريب numbers للأرقام we can round decimal numbers عارفين طبعا decimal numbers اللي هي الكسر إيه العشري فإحنا بنعملها إيه الأكبر أو أصغر فعارفين أنتوا طبعا في الماس تقريب اللي أكتر من خمسة بنحسبه واحد واللي قال لي من خمسة بنعتبره مش موجود صح بنعتبره واحد ونقربه لللي بعديه فهنا مثلا 2.66 بنقربها لإيه لأننا عندي هنا 66 6 دي more than أو over than more than A5 فبتبقى 3 طيب وهنا برضو 3.94 فبردو 9 دي أعتبرها 1 دي يزيد على 3 فتبقى 4 فده التقريب طبعا إنتوا عارفينه وبتاخدوه في الماس في الرقم اللي عندي ده اللي هو 13.94 becomes 14 لإيه لأننا عندي هنا 9 9 أكبر من أو greater than أكبر من إيه أكبر من 5 أكبر من خمسة بيقول لي if the digit in the tenths is 5 or more يعني لو خمسة أو أكبر يعني أنا لو عندي الرقم ده خمسة أو أكبر then we will round up to the nearest whole number إحنا حنرفعوا لأقرب رقم حنرفعوا لأقرب رقم if the digest is in the tenths is less than يعني أقل من 5 أقل من خمسة we round down to the nearest whole number بنزله لأقل منه بالرقم الصحيح زي هنا 1.11 becomes 1 بس ليه لأنه ده less than 5 حاتم the classroom wall الحيطة بتاعت حاتم بتاعت فصل حاتم needs benten بتحتاج طلق the class calculate الفصل حسب how much pent can make الطلق they need to bend the whole the wall اللي هم محتاجينها عشان يطلوا الحال they measure measure asu the wall and write down وايد وكتبوا the measurements القياسات then they look on the internet بصوا على الانترنت اللي هو الانترنت يعني to see how many cans of paint عشان يعرفوا قد إيه علبة من الـ paint الطلق they need هم محتاجينها فهم هيعملوا ايه هيعملوا التقريب to estimate estimate اللي هو التقريب how much bent they need the students around their measurements جابوا measurements بتاعتهم القياسات up وقربوها أعلى to the nearest whole number لأقرب رقم صحيح فعندي two points 66 دي راح ايه height الارتفاع بتاع الول height height يعني الارتفاع طبعا height دي noun جاية من الصفة اللي هي high adjective high adjective height noun ده الارتفاع نفسه بقى two points 66 فبعد three ليه قربنا عملنا ايه estimate عملنا six دي رفعناها الاول two دي رفعناها الاقرب واحد صحيح عشان six دي more than five طيب الwidth اللي هو العرض برضو هنرفعه around their measurement up to the nearest whole number اقرب رقم صحيح اللي هو seven بعد دي الeight ليه عشان nine دي more than five اوكي طبعا حاجات انتو عارفينها في الماغ ten multiply multiply them to estimate the area to count فهو هنا بيقول ايه ضرب بقى مين هم حيدربوا الطول في العرض بتاع الحيطة اللي هم حيبيضوها فهما حيدربوا كم مش هيعجوا بقى يضربوا وخمسة وتسعين في المية وثلاثة في لا حيدربوا ايه على طول حيدربوا three five eight فهتديهم twenty four meter square مربح متر مربح طبعا دي مساحة تقريبية لان احنا اصلا ما عملناش actually يعني مش بالزبط احنا عملناها تقريبية اوكي each can covers كل can covers twenty two square meters كل can علبة من البنت اللي هيدبوها هتغطي 22 متر مربح so the students need two cans محتاجين اتنين cans عشان يعملوا forty four square meters عشان يعملوا 44 متر مربح طبعا square meter يولاد هو المتر في متر to cover forty two square meters they will have at least twenty liters lift over هيفضل هيفضل معهم 20 لتر دول هيفضلوا ليه لانهم عاملين حاجة تقريبية طبعا هنا هكرب المفروض القياسات دي اوكي طبعا ده هيتقرب لأقرب ايه حيبقى ايه ده حيبقى two two meter ليه لان هنا ما عنديش حاجة over five طيب ده حيبقى thirteen عشان عندي ده اكبر من ايه من five طب هنا حيبقى ايه هنا حيبقى two عشان three less than five اقل من الخمس هنا حيبقى ايه حيبقى two زي ما هو خنشين دول هنا حيبقى ايه four هنا حيبقى ايه حيبقى ايه يعني ابص للرقم اللي قبله اكتر من خمسة اكتر ده واحد اقل من خمسة اشيله احذفه خلص وكده حبايبي يبقى احنا خلصنا listen three كامل بالاجزاء بتاعت كلها math و phonics و lovely story اللي احنا قلناها اتمنى اكون افتتكم لو استفدت بالسيشن ما تنساش اللايك